تحتفي توكيو بتبقي مئة يوم على انطلاق منافسة الألعاب الأولمبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية إقامتها بشكل آمن وسط جائحة فيروس كورونا وتخدع توكيو لحالة تكاد تشبه حالة الطوارئ وسط زيادة أعداد المصابين الجدد ويأتي هذا الاحتفاء في وقت منعت فيه الشعلة الأولمبية من المرور في مدينة ماتسوياما نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها لتصبح ثانية منطقة تتخذ هذا الإجراء بعد مدينة أوساكا ترجمة نانسي قنقر